اشتركوا في القناة بعد سنين طويلة جواز وولاد وعيشة انه اصلا عايش في كتبة وفجأة لقى نفسه مطلق وعليه قضايا نفقة وبيته متباعة وفلوس في البنكة كلها مسحوبة وكل ده من غير ما يعرف كل ده ومراته نايمة جنبه طب ازاي ده حصل تعالوا نشوف جمال بعث لنا يقول لنا ايه اسمي جمال في الخمسينات من عمري اتجوزت سنة ستة وتمانين واخدت مراتي معايا لدبي وهناك خلفنا ابننا الاول من بعد ما سافرنا بسنة وبعد ما خلفت جالها جواب تعين في محافظة بورسعيد فطلبت مني انها تنزل مصر وقالتلي مش هتأخر عليك يا دوب هروح هستلم الشغل واضمن الوظيفة وبعدين هاخد اجازة بدون مرتب وارجع لك على طول بس بعد ما رجعت مصر ما خدتش الاجازة اللي اتفقنا عليها وكملت في الشغل وحطتني وصاد الأمر الواقع واضطريت اكمل في شغلي لحد ما جات اجازتي ولما نزلت قالتلي معرفتش ااخد الاجازة واجيلك زي ما وعدتك لاني لسه مستلمة الشغل جديد وقالولي قدمي استقالتك يرديك يرديك افرط في الوظيفة بعد ما جاتلي بتلوع الروح وبعد مرور كام شهر مراتي طلب التغيير السكن عشان يكون قريب من والدها وقالتلي انا محتاجة جدا للخطوة دي خصوصا اني مش عارف ارجع معاك مش عارف اروح دبي تاني ولازم ابقى سكنة قريب من اهلي عشان لو احتاجت منهم حاجة وفعلا لقينا شقة جنب باباه ونقلنا فيها وكان صاحب الشقة صديقي وفجئت بيه بيقول لي ابو مراتك طالب ان عقد الايجار يكون باسم بنته قلتلي هو مين اللي هيدفعلك الايجار انا ولا امراتي فقال لي انت قلت له خلاص يبقى كلمك معايا انا والعقد يبقى باسمي وحصلت ما بيننا وقتها مشاكل كتير وسبتها وروحت بيت والدي واقعدت عنده شوية وبعدها رجعت دبي واتصلت بيها وسألتها انت عايزة تعيشي معايا ولا لا قالتلي عايزة عايش معاك فعملت لها فيزا وجات دبي وفي الوقت ده ابوها رفع قضية طلاق وطالب بنفق ليها والمحكمة حكمت بمبلغ نفقة كل شهر كل ده وانا ما عرفش من سنة التسعين يعني من بعد ما تجوزنا باربع سنين يعني حسب مفهمتي من كلامك يا جمال ان باباها استغل ان عنوانك الجديد بقى جنب بيته وهو اللي هيستلم انظار المحكمة عشان انت ما تعرفش حاجة عن القضايا المعروفة يعني الزوجة وباباها تقريبا كده متفقين مع بعض طب هتعمل ايه يا استاذ جمال في الورطة دي تعالوا نكامل اكتشفت بعد كده ان ابوها زور اسيم الطلاق باسم بنته وطلب نافقة بموجب توكيل كانت عاملهله وفعلا حكمت المحكمة بنفقت مبلغ كل شهر وانا ما كنتش اعرف اي حاجة عنها على الرغم من اني اخدتها على دبي وعاشت معايا هناك سنين طويلة وبقى عندنا ولدين وبنت وكل ده والنفقات عملت اتراكم علي وانا مش داريان وبعدين مراسي نزلت مصر وانا نزلت بعدها في 2010 بعد ما ربنا رزقني وبنت بيت خمس دوار كل دوار شقة بعد الرجوع بشكل نهائي فجئت بأحكام من نفقة متركمة علي باسم ولادي التلاتة ده غير حكم بالحبس لعدم الدفع ويا الدفع يا الحبس مش كده وبس دي مراتي كمان كتبت مباعة لنفسها بنص البيت اللي انا بنيته وهي اللي كتبت ووقعت مكان البايع ومكان المشتري وانا ما كنتش حاضر بحكم اني كنت عامل لابوها توكيل بالمناسبة التوكيل اللي كنت عامله ما كانش توكيل للبيع بس هو زور امضتي واخد صحة توقيع وهي استولت على البيت وهددوني بالقتل لو قربت من البيت وانت يا استاذ جمال عملت لابوها توكيل ليه من اصله اذا كانت كل الحاجات اللي قدامك وفي كلامك تخوف تعالوا نشوف اللي حصل بعدها وكلت محامي عشان يطلع على الاحكام فقال لي الاوراق بتقول انك طلقت مراتك سنة 88 وان عليك احكام نفق الطلق ونفقة اولاد قلت له انا باجي مصر كل سنة ومعايا مراتي والولاد وبنقضي الاجهزة في شهر اغسطس ونرجع مع بعض ومعايا شهادة التحركات بكده طلب شهادة ميلاد الولاد وقال حكم النافقة صادر سنة 90 بناء على وقوع الطلاق وفي بنت تولدت سنة 92 ولدت ولد سنة 97 يعني تولده بعد وقوع الطلاق وتخيلين المهم وكلت المحامي عشان يمسك كل قضايا الطلاق والنفقات وكمان قضية بيتي اللي اتخذ مني غدر لكن للأسف فجأت النمراتي راحت للمحامي واشتريته ولما غيرته وجبت المحامي تاني من بلد بعيد كانت أول حاجة يقولها بعد ما اتطلع على جميع الأحكام والتزوير هلغيلك أحكام من نفقة بما إن الزوجة كانت مقيمة معاك وهدخلها لك السجن هي وأبوها بتهمة التزوير وبعد ما أخد جزء من أتعابه عرفت إنها اشتريته بالفلوس هو كمان وحاليا أنا ما عنديش أي فلوس أو عقار أنام فيه مراتي سرقت فلوسي وغشيتني مع إنها ما شافتش مني غير كل خير لدرجة إن كنت بشتغل في دبي وبسيب لها بطاقة البنك عشان تسحب المصاريف اللي هي عايزاها أو اللي محتاجاها فجئت إنها سحبت كل رصيدي اللي وصل لستة مليون درهم إماراتي أخدتهم كلهم ودلوقتي بتهددني بالقتل والتهديد ده مش جديد عليها لأنها حاولت تقتلني هي وبنتي قبل كده كان الكلام ده في يوم جمعة لما كنت في دبي وكان ساعتها في سباق جاري صديق لي جاب لي كاب وفانيل عشان نجري أنا وهو وابني بس أنا اعتذرت له هو وابني ونمت وصحيت عشان أصلي الفجر وبعد الصلاة مراتي فجئت إني ما نزلتش السباق فسألتني ما روحتش ليه مع ابنك وقلت لها تعبان مش قادر قالتلي أنت مش راجل فمسكت شعرها وقلت لها تحبي وريكي أنا راجل ولا مش راجل لقيت بنتي جايبة عصاية مكنسة وقعدت تضرب فيي فسبت شعر أمها ورحت عاقب بنتي قامت مراتي ضربتني بمج الشاي على راسي وبنتي وأمها سحبوني ودخلوني الأوضة وقفلوا علي بالمفتاح عشان أموت وبعد ما دخلت غيبوبة وبعد يوم فتحوا علي عشان يشوفوني أنا موتة ولا لأ لقوني عايش ربنا كتب لي أني أعيش ونجاني دلوقتي بكتب لكم قصتي بعد ما بقيت مهدد واكتشفت أني كنت عايش في كتب وتزوير كل حاجة أملكها رحت قولولي أعمل إيه خلصت رسالة أستاذ جمال جات لنا من رقمه على الواتساب قارتها بنفسي لما قلتش قارتها بنفسي كنت قلت ده فيلم ومبالغ فيه كمان طب إيه لي خلي زوجها وحمى يعملوا كده ترفع قضية طلاق ونفق على جزها من وراه ويعيش معه تاخد كمان عليه أحكام نقوي إيه كمان سحبت ستة مليون درهم من رصيده وزوروا كمان قمضته وعملوا عقد مبايع للبيت اللي بناه بتعبوا وعرقوا زي ما قال تفتكروا الموضوع ممكن يكون سهل كده ولا ممكن يكون أستاذ جمال بيبالغ أو غضب وزعله من مراته وبنته خلو يعيش في نظرية مؤامرة كبيرة قوي ما إحنا برضو ما سمعناش من الطرف التاني والكلام اللي جالنا ده تفاصيله تخض ضربته بمج الشي قفلوا عليه وعنده غيبوبة ضربه عشان قتله انت مش راجل طب ما هو قال انك كنت عايش معاها على الحلوة وعملي ما وريتها حاجة وحشة طب ليه ما نزلش مع ابنه ما هو قال تعبن مش قادر لأ محتاجين نتكلم مع حد متخصص عشان نعرف لأنه في أسئلة كتير قوي في حكاية أستاذ جمال استنوا بعد الفاصل قصة النهاردة مع أدى شوية فيها شوية كدب على شوية تغفيل على خروج على القانون كل حاجة يمكن يكون بطلها موهم ممكن من الناس اللي بتؤمن بنظرية المؤامرة اللي تخليه قول مراتي وبنتي حاولوا يقتلوني الأستاذ جمال بطل القصة كان بيشتغل في دبي بعد شوية خلافات كدب مع مراته راح يتعيش معاه ولما نزل مصر نهائي عشان يستقر فوجئ إن عليه قضايا نفقة وطلاء اتحكم فيها من سنة التسعين وهو ما يعرفش عنها حاجة إن حما باع البيت اللي بناه من سنين في الغربة ده غير إن مراته سحبت فلوسه كلها ستة مليون درهم على حسب كلامه إيه اللي بيحصل ده طب ممكن يكون ده حقيقي ولا كدب أسئلة هنتكلم فيها النهاردة مع ضفنا اللي منورنا ومشرفنا كمان دكتور مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي إزايك يا دكتور الحمد لله تماما أهبرك منورنا عبد الله على سلامة رجلك الله يسلم أهبرنا يخليك إيه راجبها يا دكتور في قصة النهاردة والله هي قصة فيها تفاصيل كتير أهو قوي وبعدين قصة كتاسي هي قصة حقيقية يعني هي مبعوثة من شخص حقيقي نحن متأكدين لكن هل اللي بيحصل ده حقيقي هو قصة ممكن جدا يكون الكلام ده مبالغ فيه من تخيلاته هو ما أنا حسيت كده يعني قصتين بزبط نسعك حاجة كده من خيل وتخيل حاجة وعاش فيها قلبك قالك إيه هو طبعا عنده جزء كبير من المشكلة إنه هو عنده مسؤولية كبيرة سواء هو ده حقيقي أو مش حقيقي ليه لأنه ده حقيقي فأنت كان فين دورك أنت فين دورك في كل الأحداث من أول دايوة من أول ما هي حطتك قدام الأمر ده واقع فيما بعد فطول وقت انت واقف دول المتفرج دول المشاهد تعملش أحاجة خالص وطول وقت كلهم ضدك يعني كل الناس ضدك وكلهم عايزين يؤذوك بنته هتعصد مويته ما هو يعني فكرة نهي بتضربه فبتتخانق معاه وبعدين هو يعني كل اللي ذكره في القصة انه هو بس ضرب مراته أو بيوريه وعدين هو مراته من طبيعي يتلموا عليه حلوة بالزبط وعدين هو مشهد أصلا انت صعودي فأنت متخيل انت لما تبيد إيدك أو تضرب أو تتخانق الناس هتوقفت فرج عليك ما كان يحصل حيب هتقول له انت مش راجل عشان ما رحش مع ابنه السباء وارد في ناس عموما بتغلطه في ناس عموما لسانها يعني يزالف شويتين في العلاقات فبتتمادر لو هي كده كان هامل توكيل لأبوها وكان هيدلها الكردت كارد بتاعه تجيب اللي عايزين مواقف نحن عندها كذا موقف مش بس المواقف الوحيد يعني ده مواقف كتير معاه ده هو ذكر ان هي حاولت تقتيله وذكر ان هي ثابته ونزلت وقررت ترجع لشغلها وتسيبه وطول وقت وهو طول وقت بيقدم فهو يعني طول وقت مضحي جدا جدا أو انه هو يعني اي مدولة ضحية او ان هم متخيل ده او ان هم متخيل ان كل ناس ضده متخيل نظرية مؤمرة ان كل ناس عايز تأذيه والقصة بالنسبة لي مش حقيقة أصلا طب يا مراته ممكن تكون عاملت كده فعلا وعملت كده ليه عاملت الشكل عاملته مواقف جدا يعني مواقف مبايح صد ما عافش عارك انا صح ولا لا بسلح لي كده الرجالة فعلا خمسينات وستينات بيرجعوا يبقى منزل بيبياس الصغيرة ويقعد تخيل ان احنا كورينا ضده يعني مثلا هو اللي قدر الله عنده السكر فانا بقول لك ما تكونش حال ده منعيني من الاكل طيب يقعد مع الناس فضيحنا طبعا فده منعيني من الاكل ده ما بيقاكلوني عارف دي دي بتضربني دي مستنيه بس ان انا اكبر عشان تعادي نضربوا سنية من ضحات دي جبك انا دستيلك على طرف فعارف انا بشوف حتى ساعات أبوات صحابي يعني ده اكتئاب مستطر بيظهر عند الناس الكبار في الستينات وفي الخمسينات بيظهر عندهم اعراض دي حاس ان انا مهمش ان انا مليش قيمة ان انا مليش لازمة حاس ان انا معملش حاجة في حياتي يعني ده الاكتئاب بيجي بعد ما بيكبره يا حرام بزرط بما ما بقاش بقوته ووقف على رجله وصحته زي الاول فابيه وشغله يا ده مجد بيجي للرجالة فعلا طبعا حاس ان هو ده ممكن يعاية من اقل حاجة يا دكتور مصطف وغير لحد يعمله حاجة بيبقى هش جدا جدا بيبقى حاس طوالوقت ان هو مليش قيمة عن الناس اللي بيحبوهم فحاس ان هو حملة عليهم ان هو تقيل عليهم فعايز طوالوقت يستخبى فبيروم ده ازاي طبعا ما نبقاش زي زمان من ساعة ما كلكم بقيتوا تشتغل ولم بقاش ليه لازمة بتسمع بقى الكلام ده في بيوت طبعا طب هو مش ممكن يكون كده ولا هو مراته حسسته كده بس هو ده مش بيتكلم بقى هو خمسينات بس ده بيتكلم كده من اول ما تجوزوا متكلم كده علاقة مستمرة فيها كذا طفل لا هو اكتشف كده بعد ما رجعه خالص من دبي واكتشف كل ده مش ممكن يكون حط شوية سبايسز هو اكيد حط كتير سبايسز مش شوية حط كتير من سبايسز بعد رابطه بموج الشاي جابت له غيبوبة هو موج الشاي بيجيب غيبوبة بس هو لو هو دخل في الغيبوبة ده أمهاتنا كلنا كانت دعمك الشاي ده لو ما كانش يترمي كده عليك وتولي يلزق في الحيطة وإنت تجري ده يعني يا أمامك تقصدق جيب لنا غيبوبة أمهات عايز تخلص علينا أمهات عايز تخلص علينا بجد موج الشاي يجيب غيبوبة وارد جد معلو خبطة يعني خبطة من الدماغ ممكن تعمل ده جدا جدا يعني في خبطات بسيطة ممكن تقدي الغيبوبة لو جزء معين في المخ بزرط أنا واحد يعني مش قادر أقول لك مش من التطمن أقول لك أيها دكتور كريجيب يعني دكتور ممكن فعلا يكون القصة دي لا فعلا فيها جانب من الصحة طبعا وايض جدا يكون فيها جانب من الصحة وفيه أشخاص عمومة عندهم أذى يعني فيه ناس بتحب تأذي وبتعرف تأذي يعني يتفو تضرب أبواب المكناس حتى وكان بمدي دعا ماويت حلو قيبة سيها شايفة عنف من الطرفين فهي تربت على العنف فاعتبرت العنف ده وسيل التعبير بيقول لك أنا كنت بعمل لها كل حاجة طور عمري لمراته بس هو الحاجة الوحيدة اللي حكاها في تعامله معها هو لما كان بيضربها يعني دي الحاجة الوحيدة اللي حكاها إنه هو بيعملها معها إنه قالت له بس هو قالك قالت أنا مش راجل أكيد ما فيش راجل هيقبل على رجلته إن امراته حتى تقول له أنت مش راجل ما هيموتها بس ده بيقول صحيح بس صيغة الحوار ما بينهم عاملة ازاي يعني أسلوب الحوار ما بينهم وصل لأي مستوى إيبا قولي انت با انت شايفين إنه هو فيه شكل بينهم مش بس خلاف يعني فيه فرق ما بين أنا نهارده تخنق معاك أو اختلف معاك أو عندنا مشكلة ما بيننا هنا اللي قدامي أو أجرحه هي بتتعمد الإهانة في كلامها يعني ما هو تعمدها الإهانة معناها إن ده مسموح به في النقاش يعني ما بيننا أول بعد واحد صحي منه انت منزلتش فانت مش راجل فده معناها إن فيه تراكمات قبل القصة دي يعني ده مش أول موقف ما بينهم مش أول طريق التواصل ما بينهم شخصيته ضعيفة قد يكون شخصيته ضعيفة قد يكون محب لدور الضحية يعني بيحب يعيش في دور الضحية يحب أنه يتئذي ويتهان وفي ناس كتير بتعيش في ده أو أنه هو عايز يعني يحس طيما بقى الضعف ويحس بوجوده من اللي هو بيعمله والناس اللي بتحب بتعيش دور الضحية دي اسمهم إيه في العلم النفسي يعني ده مرض إيم ده اكتمايزيش إنه بحاول أعيش طول وقت إن أنا أوليل وإن الناس جاي علي وإن الناس عايز تأذيني أو إن الدنيا جات علي وهو أحد اللي يسمحك يعني يبقى لسه غلطان فيك وماشي وشتمك الله يسمحك صحيح فيه ضحاية كده ما هي الفكرة وفلان وفلان حتبلع على فلان حتبلع على الظروف حقول إن الفشل اللي أنا فيه بسبب الظروف بسبب اللي حوالي فبالتالي أنا مش عايز تحمل المسؤولية مش عايز شير أي حاجة فبرمي كل حاجة براية واللي بيعمل ده بيقف مكان ومش بيتحرك يعني اللي بيعمل ده بيستسهل الطريق الأسهل بكتير إن أنا عقود أقول الدنيا بايزة وإن ما فيش أي حل طب لو هو كلامه صح إزاي ما قدرش يكشف مراته السنين دي كلها ما هو ده غريب جدا إن أنا السنين كلها عايش مع أحد ما فيش مثلا لحظة صفا عدت علينا في وقت من الأوقات مثلا جالها صح والضمير قررت إنها هتتكلم وقتها كانت من دايقة مني جدا فحب تغزني وتأزيني فتقولي هي عاملة فيها إيه كل ده يعني غريب يعني بيعد علينا موجات من المشاعر لحظة غضب شديدة أو لحظة سعادة شديدة هتخليها تتكلم بالضبط في لحظة هتتضيقوا فيها أو لحظة هي حست مثلا أنا إزاي عملت كده أو هو كان كويس جدا ما زي ما هو بيقول فقررت إنها مثلا حست بالذنب فقررت تعترف له بحاجة بس هو حد هيقول مثلا إن حاجة مش حقيقية في بلاغ متقدم فيه إحنا برضو مش عارفين أبعاد القصة مش هزاي يعني إيه يعني قد يكون في قضية وبلاغ وكل حاجة بس هو بيهول الأمور يعني كل المحامين اللي هو تعامل معهم ومفيش أي محامين كويس هو لقاء في الحياة لأ هي اشتريته كويس إن هي اشتريت كل المحامين هو كل فيوس وخلصت هو قالتنين بس بالضبط يعني هو فجأة كل الحاجات هو طول الوقت بتكلم بصيغة إن أنا فيش حاجة بيدي أعملها لا في العلاقة ولا بعد العلاقة ودي فكرة يعني غير حقيقة بالمرة يعني هو حسن هو جوه نظرية مؤامرة جوه نظرية مؤامرة وإن أنا مفعول به وإحنا في الحياة مش مفعول به حتى في ظروفنا إحنا فعل إحنا عندنا اختيارات في كل حاجة يعني عندنا اختيارات حتى في الحياة الصعبة عندي اختيارات تقبلها إزاي أقف عاية وصوته للدنيا وحشة ولا أخذ أكشن وقرر إن أنا غير وقرر إن أنا صلح ولما بيكون لقدامي شخص مؤذي أنا عندي القدرة أو عندي الاختيار إن أنا أقبل منه الأزأ أو إن أنا صد الأزأ ده ووقفه إن أنا نسحب من العلاقة إن أنا أحط لها حدود مختلفة بس من فعش أكمل حياتي كلها وإنا أتأذي إن أنا أعتزل ماء أزيني عادي جدا صحيح يعني ده طبيعي صحيح وده حق في الحياة يعني ده ما أسمعش أن أنا أأذي اللي قدامي واللي باجي عليه أنا أقول إن ده مش مناسب لي أبوقف الأزأ يعني أعادي إن أنا أقول فجأة أعتزل ماء أزيني صحيح مش أعايز أكمل صحيح جدا جدا بس تفتكر إنه قصة المحامي دي وإنا جبت سيرة قصة المهم لا تعال الأول نسمع رأيك قانونه وبعد كده رجع أقول لك على أنت قلته يا الله بينا معنا الأستاذ حسام الجعفري محامي بالاستناف العالي ومجلس الدولة ألو مسار خير إزاي حضرتك أخبرك منورنا في الموسم الجديد الله يسلمك يا فندم تسلم وتعيش قولي بقى إيه رأيك في اللي حصل ده يعني قانونا كده إيه اللي لديه والله فندم يعني إزاي حضرتك دكتور الحمد لله تماما أنا مع الدكتور مصطفى بخصوص الجزدية طريق سرد الأحداث مبالغ فيها من الراوي أخص جمال ولكن هو وارد أنه هو يحصل بس هنا برضو عوزين نوضح يعني أمر معين هو هنا خلط بين الغش والتدليس والتزوير مرة قال أن فيه تزوير حصل في أسنت القلاط التزوير ليه تعريف حضرتك في القانون والغش والتدليس حاجة تانية الغش والتدليس ده بياخد مصار القضاء المدني يعني بمعنى إيه يعني الغش هنا في حالة أن الأب استخدم توكيل بنته ورفع دعوة طلاق أثناء وجوده خارج مصر هو وزوجته طبعا هنا ده ده طرق احتهالية وغش وتدليس ما اسموش تزوير طالما البنت أو الزوجة عاملة توكيل لوالدها وبالتالي قدر يبطل هذا الحكم بس هو زور أمدته يا أستاذ وسام لأ زور أمدته دي حضرتك لو ما كيش وكالة ما أنا عاوز أوضح الحديثين عشان برضو آه يعني باع لنفسه واشترى وعاش حياته باع لنفسه لو باع لنفسه بموجب وكالة ما يبقى تزور يعني بموجب توكيل يعني الوكالة آه بموجب توكيل هو باع نفسه بموجب توكيل ومضى أمدته ومضى أمدته مهمده صفته وكيل عنه وله لي توكيل لو كانت تبيح البيع بس هو قال أننا مش عامله توكيل بيع أنا أفهم من حضرتك قانونة آه تمام هو لو عامله توكيل بيع هناد تواكيل able هنا توكيل البيع لو هو كاتف التوكيل توكيل بالبيع للنفس بالنفس و للغير ينفع أن الحما أو اللي هو والدي الزوجة ينفع يبيع لنفسه طيب هو مش عامل توكيل ما أنا بقول لي سيادتك هو عارف توكيله اللي عامله إيه أنا ممكن أؤكد للوكيل في أنه هو توكيل بالبيع فقط في الحالة دي ينفع أن الوكيل بتاعي أو اللي أنا عامله توكيل يقدر يبيع المبيع ويقبض التمن ويسلمه لي يعني أنا أقدر أن أنا أطلبه بالتمن اللي هو باع بالبيع ولكن هو لو مذكور في التوكيل بالبيع للنفس بالنفس وللغير كده يقدر اللي معموله التوكيل يبيع لنفسه وكده يبقى الإجراء قانوني يعني اللي فيبتو من حضرتك أنه هو اللي سلم نفسه ليهم بقى هو بالضبط هو اللي سلم نفسه ليهم طب وأنهما يرفعوا أضايا يعني تعمل قضية طلاق وتعمل نفقة في حاجة اسمها كده قضية طلاق دي سيادتك لما يعني لها إجراءات وفيه إعلانات والمفروض أنه هو أوعل على محل إقامته بالفرد الجدل أنه هو مثلا أن السكن مغلق أو الأضايا قادة مجراء وهو مسافر كان يقدر يجيبش هذه التحرقات ويبطل حكم أوه هيعملها من غير محامي الزاوية اشترت المحامين اللي معاه الدرجات دي يعني حضرتك هو لو فيه محامي أخطى يعني النقابة ممكن يقدر يشتكيها والنيابة العامة ولكن يعني هو بيهول فعلا في الموضوع بس أنا حاسة أن رجالة كتير من اللي بتفارج علينا تعتقلك وأنا ينفع مراتي ترفع عليه قضية طلاق وهي على زمتي؟ وهي على زمتي؟ وهي على زمتي؟ هذا هو الصلاة حضرتك يا صالما رفعت قضية طلاقة لا أسيبك من الجزء الديني ده والضمير والناس ما عنداش ضمير فيه كتير للأسف عشان معاين لكن أنا قصدي أنه يجي وإلك ما ممكن ترفع عليها قضية الطلاق وإحنا متجوزين ولا معرفش عشان هما كانوا مسافرين هي في بلد أو في بلد أو 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 في جميع حالات سيادتك موجودة وفي حالات بتفصل كده يعني ده ينفع دفق ده قانونا ينفع؟ قانونا كآلية إجراء يجوز طبعا أن الست تاخد ممكن ترفع دعوة خلق أو ترفع طلاق حسب طراق لها يعني والمحكمة بقى بتحكم فيها إزاي؟ لو دعوا أقولي طبعا مفادها للزوجة تطلق نفسها هتقول أنه هو مسافر وسيبني وأنا هنا في بورسعيد لوحد ما هو مسافر وسيبني أصل هنا حالات الطلاق حضرتك يعني مثلا إيه فيه مثلا في قانون نحوالي الشخصية إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القادة تطلقها طلق باقينا تمام؟ والزوج المحبوس لمدة ثلاث سنين مثلا أو أكثر بعد سنة من مرور حبسه ينفع أن الزوجة تطالب بالطلاق فغياب الزوج هنا ينفع أن ده ضرر الرؤية على الزوجة يجوز للزوجة أن هي ترجع وتطلق ده لو هي عايشة في القاهرة هنا معي أصدي لو هي عايشة أنهم عايشين يعني مع بعض هم بعيد عن بعض لو هم بعض هم الاثنين في دبي ينفع ترفع دعوة الطلاق عليه ومعايشين مع بعض في مسكن واحد وما يفترقوش لسنة ولا ثلاث سنين حضرة الكلمة ينفع ممكن ينفع بمعنى ينفع ولكن هو النفوس ممكن أي حد يعمل أي حاجة لا أنا معاك أنا قصدي أخد حكم أي حد ممكن يطيع يأخد حكم الله ممكن القاضية تمشي في مجرات طبيعية لو هي عاملة توكيل لمحامي أو توكيل لولدها بناء عليه عمل توكيل لمحامي والمحامي شغال في القضية ولكن دعوة الطلاق برضو بيكون حساسة تبدأ كده ممكن أي واحدة ترفع قضية طلاق على جزء أيها يا فندم عملاله توكيل عام يعني هي عاملة لولدها توكيل عام قضايا بناء على كلام أستاذ جمال فهي عاملة لولدها عمل للمحامي توكيل قضايا بناء عليه هو رفع باسم بنته وهنا يقدر يبطل أصلا الحكم بشرط أن تكون الزوجة ليست على علم بهذا الطلاق يعني هو مش ضحك عليه أو قاعدة معاه وهي ضحك عليه مثلا يعني هو ممكن يبطل كل ده عادي جدا وخلف أصلا بعد ما خلت هي حكمه سنة التسعين وخلفها عائل فاربعة وتسعين برضو دي مشكلة المشكلة أن الحتة دي حدثك يعني جنائيا فيها فراغ تشريعي يعني مثلا أنت عارف حدثك لو الزوجة هنا على علم بهذه بالطلاق مثلا أو بالحاجة اللي تمت دي ما يقدرش يقاضيها جنائيا يعني ما فيش نص مادة في القانون بيتكلم فيها معاكس الراجل لما يكون مطلق مراته وقاعد معاه وهو مش معرفها أو معاكس ما اخترهش بالطلاق مثلا دي حاجة ودي حاجة ثانية فهنا حدثك يعني يقدر بكل سهولة يبطل حكم الطلاق للطلاق هسأل حضرتك بحركة فيديو استيس جميل يعمل إيه؟ أنا أفيده حالتك أول حاجة في حالة النفاقات يقدر إن هو يعمل لها إبطال مقرر نفاق النفاقات الصدرة ضده هيثبت بكاف الطرق اللي يثبت إن هو خارج الكتر المصري وإن هما كانوا مقيمين معاه دي بالنسبة للنفاقات بالنسبة للطلاق يجوز يلغاء حكم الطلاق بإذن ما ذكرنا طبعا بشرط إن هو يكون الزوجة مش على العلم ويثبت إن هي كانت متواجدة معاه برضو ولو هي على علم يجوز لو هي على علم وتم الطلاق بعلمها وهو يجوز الرجوع عليها هي والدها بالتعويض في المحكمة المدنية يعني يقدر ياخد حقه منهم بالنسبة لعقد البيه حضرتك اللي هو تمه عليه توكيه لو هو مش عامل له توكيل يجوز اللجوء للنيابة العامة ويتهمه بالتسوير لو هو عامل له توكيل يجوز رافع دعوة في المحكمة المدنية ببطلان وفسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن ولسورياته يعني هو مضى بس ما ياخدش فلوس عشان من شروط البيع الثمن مقابل التسليم حضرتك هو هنا مضى بقى لنفسه وقلاص وطبعا يجوز فسخ العقد وإبطاله أيضا برسا ولو هو طلب مساعدتك أنا خاف يا أستاذة يقول لي أن أنا لو قالك عندي أنا بقى هدي يجيل أنا بقى ربنا يجبك لي يا أستاذ حسيم يوفر ورقه بس يوفر جميل أوراق راح رجبا يتقوله بقى أنت محتاج كذا ومحتاج كذا إحنا زي ما تعودنا في قصة حقية بنساعد كل الناس اللي بتبعت لنا طبعا 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 إسلام لي وعلى رأسي بسي جدا شكرا كلام عظيم صراحة كلام عظيم أنا هت يعني تخيل أنت تبقى قاعد بتسمع الكلام ده وتسمع أن الست ممكن تتطلق من جزء وقاعد يعني قاعد بيكل مش ربشها العصاري بتفرج على المسلسل معها وقاعد تطلع متطلقة منه هو ما كانش يعرف بس هو فيه برضو نموذك آخر يعني فيه نموذك تاني لنفس الشكل ده للزوجة بتبقى نفسها يعني حيشة حياة صعبة جدا مع شخص قاسي جدا مش عارفها تتعامل معاه وخايفة تقوله أنه عايزة تطلق وخايفة تطلب ده وبتحاول ده مرة واثنين وثلاثة ومش قادرة مش قادرة تصفى قل ماديا مش قادرة تصفى على أولادها مش قادرة تنفصل عنه فبتضطر أنها تمشي في الخطوات ده هي لسه في البيت عشان تمشي في خطوة أنها تعرف تلاقي مصاريف لأولادها وتعرف تكملهم في المدارس فالفكرة أنها مش قولي النماذج ده يعني أكناها عاملة خمس شهور نوتس بتوضب نفسها بتعلنه قبل ما تسيب الشهور وتروح حتى تلي لا يا مصطف مش لازم تكون ماشية هي قد تكون أنها عندها مشكلة أنها عايزة تنفصل فإيه؟ يعني مش بس النماذج الولادة يعني أنا بكرا بان أنا بقى أحدا جنب أحد وإحنا مع بعضا في نفس البيت وإنت بتحضر لي مصيبة عرف اللي هو يعني بتحضر لي مصيبة ومبيت النية وفجأة تروح خالعة عرف اللي هو أنا أنا قاعدة شهرين ثلاثة مستنية أنا مثلا أترقف شغلي يبني معي فلوس حلوة أساتل داون مثلا أو أقعد في بيت تاني غير ده أتطم أنه هو مش أخد عيالي ورح أقعد له إيه؟ يالله حبيبي بايبا دا يرضي ربنا ما هو الفكرة أنا مشكلة يعني إيه؟ أو هو يبقاعد وعرف لي واحدة وشايف لي شوفها تانية وقاعد مستني يا حبيبي مثلا التانية دي تتطلق مثلا ممكن تكون متجوزة أو مش متطلق ممكن تكون لسه ماشي في إجراءات التطلق فقاعد مستحملني مستحملني مستفجأة يروح خالع ويقولي بايبا إيه دا؟ هو دا مكيب أنظرة مؤمره؟ غدر عموما أو فكرة أن حد يبيع التاني دي حاجة سيئة جدا بس أنا قصدي أنها مش صورة واحدة على كل الأشكال يعني مش كل الناس نفس النمط فيه أنماط فعلا ستات معنفين في ستات عندهم مشكلة نها مش عقدة أخد مساعدتها طبعا أنا بدافع عن الرجالة لا أنا بدافع عن الطرف المظلوم لأ ليه دعوا بستات ولا برجالة وقالوا نتيت مساح بيدربوه هنروح بها الأرقام المادية لهم بخلال بيك كل ما بجي فلوس أكتر فأنا كده أبدأ احنا شفت نموذج من ده فعلا ثابت علي بنت بيقول لها أنا بروح عشان أجيب لك فلوسه بتاع راح الدخلة جابت له فلوس فحصلتها قلت له بابي يعني معي فلوس خد الفلوس وقعد معنا تتوجع ايه ده؟ طب هو ممكن يكون لديه مهتم من فلوس وصاب عياله؟ مهتم من فلوس وصاب عياله وبعدين الأولويات عنده فيها لغبطة فيها خلل هي الفلوس حاجة مهمة بس مش هي أهم حاجة لأ طبعا يعني هي جزء من الحياة بس مش هي كل الحياة مهم يعيشهم كويس بس مش هازم يعملهم كل الحاجات مهم أن يكون فيه تواصل معاهم السنين اللي بتروح دي مش بترجع تاني يعني فترة طفولتهم فترة مراهقتهم اللي موجودوا معاهم ده مش بيتعوض تاني الفلوس دين فهتعوض مرة واثنين وثلاثة ممكن يجمع فلوس عمره كله بتروح في موقف طبعا كل الفلوس بتروح بس غير الفلوس كمين هو ليه بقينا نسمع عن القتل عادي بين الأزواج كده؟ في ايه؟ هو مش عادي يعني لا بس دلوقتي العنف ولا عشان احنا بقينا زمان السوشيل ميديا تحس العنف بقى ممنهج يعني زمان كانت مثلا حالة واحدة وبالبلد كله تتكلم عليها فههه شفت السيدة في موصولة عملت ايه في جزء يقولك عملت ايه يقولك عملت كذا كذا يه يعملت كذا كذا بس لكن دلوقتي انت بتلاقيه انه مثلا كمباوند معرفش مين قتل مين مش عارف مين قتل ايه ده ليه واي احنا ليه بقينا جوانا غير لكده؟ هو مش جوانا غير اللي هو الفكرة انه فيه حاجات بتعملها زوم اكتر فالسوشل ميديا بتخلينا نشوف الموضوع ده اكبر شويتين ثلاثة فالحادثة الوحدة كلها بنشوفها والناس بتشير اكتر والناس بتعرف بعضها اكتر ولما تبقى حادثة غريبة علينا عشان حاجة مش معتادة فكلناس بتتكلم فيها بتلاقي الموضوع كبر ففيه ناس بتتأثر بده يعني بتلاقي حد مثلا عنده ضعف او عنده مرض او عنده استعداد لازى فالموضوع بيتفقم عنده لما تشوف النموذج ده فتلاقيه بيكرر ده او بيعمل زيه طب لو الزوجة عنفت جزها بكلام مش كويس او مدت ايدها عليه المفروض يعني جزها يتصرف معها ازاي هو اي عنف سواء من الزوج او من الزوجة كده العنف ضد اي حد احنا احنا مش معاه انا برضو مقتنع انه قائد في الالاقة وهو اللي بيقدر يقود الالاقة يخليت تروح فين يعني يعرف يوقفها يجيب اخيره لا اخرك هنا حلو بالكلام ده لو هو عنده من الحكمة انه يعرف يقود يعني القيادة محتاجة شكل من الحكمة والوعي انا عارف بسوق ازاي عارف رايح فين عارف الطريق عن جي بي اس بتاعي فالرجل محتاج يبقى عنده الحكمة ده انه هو عارف الطريق ده حيودينا الفين يعني لو بدأت معها مثلا بالعنف ده حيوصلنا الفين ما هتقوم تضربك عادي قدام الناس حلو فهنا محتاجي عنده الوعي انه حط حدود محترمة حدود تحميه وتحميها طب لو هو عنده من الحكمة اللي بيؤهله انه هو يكون عارف الطريق بتاعه والجي بي اس بتاعه يعمل ايه؟ يبقى من اول موقف بيحصل فيه ازا او بيحصل فيه تعدي نقف ونحط كده خطة احمر كبير يمشي ويسيب البيت مش هزين يمشي ويسيب البيت بس فيه اكشن محتاج ياخده قبل ما يتمدق ده يعني لو هي غلطت مثلا بشتيمة غلطت بتطول غلطت بكلمة بيخة محتاجي نقف عشان ده ما ينفعش يتكرر يمشي ويسيب البيت ولا الامصة الحل الامصة هي اسوأ اشكال التعبير عن الغضب يعني ده عنف سلبي سيء جدا مش بيوصل اي حاجة والستاب بترتاح يعني ما هتصدق ده مش بيحل حاجة والامصة شكل غير ناضج يعني مش بيوصل المعلومة انت بتبقى معتقد انه قدامك فهم ايه اللي حصل بسه مش فهم حاجة هو شايفك شخص بيخ معاه وبيرفضه وخلاص بس انت محلش اي حاجة فالامصة مش بتحل ومش طريق التعبير عن الغضب طريق التعبير عن الغضب ان انا اوضح المشكلة فين يعني حتى لو عدى المشهد نفسه وبعدها تكلمنا هنتكلم بشكل مباشر اللي حصل حصل ليه ايه المقبول وايه المش مقبول وان فيه حدود ما ينفعش نعديها مع بعض وحتى لو الراجل هو اللي غلط في الست وهي عندها كرامة وما تقبلش انه ده يحصل او مش عايزة توري ولادها الشكل ده من العنف في البيت تقف مع وقفة محترمة وتتكلم وتتكلم عشان النموذج ده ولي قدامهم هو اللي بيطلعهم الناس بيحترموا نفسهم او لا يعني الملاد لما بيشوفوا بابا وماما بيتطولوا على بعض هما شخصيا ثقاتهم نفسهم بالتهز ثقاتهم في الحياة تهز بيبعندهم تراست إشهز لما بيجبر عشان بيشوفوا بابا وماما زي مامته فعايز واحدة تهينه او تغلط فيه والبنت كمان بتبعيز واحدة يتتمشي بمزاجة زي ماما عاملة مع بابا فكارس صحيح فبيعملوا مجتمع مشوه صحيح طب انت حاسس القصة دي حقيقية او فيها جزء كبير من الصحة بالنسبة كم بالنسبة كم انا اظن الراجل ده عنده ديلوجون الديسورد يعني عنده زهان عنده حاجة مشكلة مرضية الزهان ده عدد الاكتئاب او هو مش حاجة اكتئبية خالص ده اكبر من الاكتئاب طبعا لان هي اعراض فيها يعني شبه ضلالات افكار مغلوطة افكار مش حقيقية فهو مصدقها بجد هو غالبا مصدقها وعايش معها جدا للدرجة ان هو بيبعت وعايز حل وبيدور على حل فهو في عنده مشكلة حقيقية فهو محتاج يلجأ للمساعدة فورا يلجأ للمساعدة الطبية يعني يدور المشكلة فيه حتى لو هو شايف انه هو مجني عليه وانه هو ضحية يلجأ للمساعدة على القالة تعرف تقف على الريجيك تعرف تحل مشكلتك ما تبقاش حاس طوالوقت ان انتهاش بس شوما لما بيجبروا بيحاسين انهما بقوا هاشين طبعا ده ممكن يعمل زهان احنا ازاي نكتشف بقى انهما عندهم كده انه عنده اعراض زهانية لولا يقول افكار مغلوطة جدا حاجات مش طبيعية احنا كلهم بيقولوا كده يا دكتور احنا عمليت حاجة بجد انا بشوف حتى ابوات صحابي يعني اللي عندنا الصراحة اول او عندنا ابوات صحابي برده دول المفترين يا عم احنا احنا حد جي جنبك ما انت قاعد او زيبينك وحدش جي جنبك دول دول لو يطولوا انه يتمني اموت بكرة عشان ناخد فلوسي يعني اللي بيعملوك اعرف من انه عنده فعلا اكتئاب او زهان تميل او فيه فرق ما بين النارده شايف حد بقول ان الناس دي زي ما تقولي كده ناس دي مستنيني ياخدوا فلوسي او شايف انه مشاعياته عليه لما يموت او دي مش خطة دي مش خطة خالص دي مشاعر غضبة مشاعر من الخوف مشاعر باحساس بالزم يعني مشاعر جواية فيها مشكلة بس ان انا عندي منهج معين او خطة معينة زي بالظبط مواحكة كده هم عايزين يقتلوني فقفلوا علي الاوضة فعملوا كذا فعملوا كذا فعملوا كذا فهو حكى خطة كاملة بتفاصيلها فذي معنا ان فيه مشكلة او مثلا الناس دي بترقبني او الناس دي بتتجسس او الناس دي عاملالي كذا او حطيني كذا او الناس دي عايزة اني تعمل نفسها شخصية وان انا دلاتي مبقاش لها كلمة في البيت انا محطي جنبك برده انا بقعد اتفرج يا حرام على الابهات لما بتكبر بس الستات ما بتعملش كده ايه طبعا عندهم من ده عندهم من ده اشكال مختلفة لا الستات ما بتقول انا ضيعت عمري كله مع الحلل انت عارف لستوانه انا وانا حد بيودني انا هروح اللي هو عادي يعني بكرة هتبقى حبيبتي يعني انا رضي عاملت كده بكرة هتبقى حبيبتي ايه راجل لا مبيرجعش في كلامي ايه بكم؟ ايه بقى؟ المفاتيح بتاعة الابهات او الامهات يعني الناس الكبار اللي عندهم مشكلة دي او اللي هما بيرفوض او حاسين بالخوف الشديد التطمين يعني محتاجين تواصل محتاجين يتسمعوا وده حيفرق معهم كتير جدا يتسمعوا بقى ان هما يتكلموا عن تجاربهم يتكلموا عن خبراتهم في الحياة هيعملي لايف كوتش؟ لا القصة اللي حكيها لي الف مرة عن تجربته او تجربته في الحياة او خبرة عاشها هو محتاج يحكيها مرة واثنين وثلاثة نقض نسمعها؟ نقض نسمعها انا مقدر ان عياله اكيد زيقه اكيد اكيد واحد وصل بتفتكر ان هو كبان وصل لستة مليون درهم او لا الحقيقة مش عارف يعني مش متأكد بعدته في دبي بالتلات ولاد اللي هما بص القصة كلها كده ده ما حاجتش رجع منها بفم بفلوس فلوس بثلين جنيه حاجتش رجع منها حلوة وبتصرف وبتعيش وبتاع ستة مليون درهم عشان كده بقولك فيك حاجات كتير في الموضوع مش سريقة ومش ماشية مع بعضها يعني القصة مش ماشية مع بعضها برضو احنا بنسمع القصص في العادة في الاخر بيبقى عندك يعني على الأقل رؤية عايزة بقى رؤيتك بقى يا دكتور بقى رؤيتي ان ده مش الحقيقة أكيد مش الحقيقاني أكيد ده في مشكلة بس المشكلة دي هل دي مشكلة مرضية لأي مدى ده مش حيباني غير شخص نفسه نسمعه نسمعه بيتكلم طب ممكن لو طلب أنا مش اقولك قوله يعمل ايه عشان انت قلت خلاص ممكن لو طلب ان انت تسمعه يتكلم تكون موجود تيس جدا جدا ارحب جدا اتمنى ان يعمل ده يعني ارجوه انه يعمل خطوة دي وانا في انتظاره بجد اتفقنا تانك يا دكتور او زي ما اسمعته يا استاذ جميل ابعتلينا ونوصلك بدكتور مصطفى وفي ثانية يكون الحل عندك مهم ان انت تكون كويس مش عايزين حاجة تانية حتى لو الكلام ده كان نابع من غضبك على عيننا وعلى رأسنا ويرب يجعلنا سبب في الحل استنونا بعد الفاصل في يوم الايام جابوا مجرم محكوم عليه بالاعدام وقالوله احنا هنعدمك بطريقة مختلفة هنوصل خراطيم بجسمك وهنصفي دمك نقطة نقطة لحد ما تموت وفعلا قعدوا على كرسي وكتفوا كويس وبعدين وصلوا جسمه بخراطيم وغموا عينين وبدأ يسمع صوت نقط الدم وهي بتخرج من الخراطيم المتوصلة بجسمه وبتنقط على الأرض نقطة نقطة وبعد حوالي ساعتين مات المجرم بس المفاجئة ان الخراطيم المتوصلة بجسمه ما كانش بتسحب من دمه ولا اي حاجة وصوت النقط اللي هو كان سامعها دي وهي بتنزل على الأرض كان صوت حنفية حنفية عادية بتنقط مية لكن عشان الشخص المحكوم عليه بالاعدام ده صدق ان دمه بيتصفى وانه خلاص هيموت مات وده علمنا درس مهم درس مهم جدا يا أستاذ جمال ان مخنا ما بيعرفش يفرق بين الوهم والحقيقة وان الحاجة اللي احنا مصدقينها قوي جسمنا ومشاعرنا بتتعامل معاها على انها واقع حتى لو كانت مجرد خيال فالحقيقة حكايتك بالنسبالي مش حكاية واحدة دول حكايتين مش قادرة حدد مين فيهم الصح حكاية منهم انت فيها ضحايا ومرطك وباباها وحشين والحكاية دي انت مشارك فيها بالمسئولية طبعا مسئولية انك كنت متساهل متسامح جدا بدرجة مش صحة متزعلش مني سبت الأمور كده تفرض من ايدك زي ما بيقولوا ما غير ما حتى تاخد موقف حاسم من البداية لحد ما الموضوع باز واخسرت كل حاجة والحل الأنسب في الحكاية دي هو رجل قانون ويكون ثقة عشان يساعدك تلحق نفسك وتاخد حقوقك اللي راحت واحنا من ناحيتنا عملنا المدخلة دي واكيد حضرتك سمعت كل اللي تقال ويريد تعمل بيه الحكاية تانية انت فيها ضحايا برضو بس المرة دي ضحاية نفسك واسمح لي أقولك أوهامك اللي عملت حواليك تفاصيل أصعب كتير من الموجودة على الأرض الواقع كدلوقتي جايز يكون فيها جزء من الصح مش أقول لا مش أقول لا لكن حضرتك سبت نفسك تبالغ وتضخم في التفاصيل لحد ما عملت جواك وحش عملية كل في صاحبه اللي هو أنت والحالة في الحكاية دي عند دكتور نفسي لازم تروح له عشان يسمعك ويساعدك سمعت معنا كلم دكتور مصطفى في الفقرة اللي فاتت وسمعت كم أنا مدخلة قانونية وكلمت مع حضرتك دلوقتي وسمعت كلاني هاستنى منك رسالة جديدة تطمني فيها عملت إيه هاستنى من كل اللي تفرجوا علينا وسموا قصة أستاذ جميل احنا بنحبكو تشاركو معنا وبنحب نسمع قرأكو وبدأتو تزعلو وإن احنا ما بقاش في قصص كتير وإن احنا بنحاول نحنا نرتاح شوية بس ناخد كل القصص على قد ما نقدر فساعدونا ونساعد بعض كلنا وبعتولنا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وواتساب قولونا أستاذ جميل يعمل إيه؟ وشفتوا الكلام ده في الحقيقة؟ ولا لأ؟ نتقابل تاني في القصة حقيقية باي باي